فراشة دارنات البطاطس تعتبر فراشة دارنات البطاطس من أخطر الآفات التي تصيب محصول البطاطس فهي تصيب المجموع الخضاري والدارنات حيث تحفر اليرقة أنفاقا غير منتظمة بين بشرتين الورقة ثم تتجه للعرق الوسطي ثم الساق وتتسبب بجفاف الأوراق كما تتغذى اليرقة بحفر أنفاق غير منتظمة بدارنات البطاطس وتصبح عرضة للإصابة بالفطريات والبكتيريا الحشرة الكاملة تبلغ ستة من عشر سنتيمتر طولا البيضة بيضوية الشكل بيضاء اللون إلى مصفرة ثم بنيه وتصبح رمادية قبل الفخص اليرقة تبلغ بتمام النمو واحد ونصف سنتيمتر ذات لون رمادي مخضر العذراء مكبلة داخل شرنقة حريرية بيضاء اللون داخل الدرنات أو بين المخلفات في الحقل الوقاية والمكافحة زراعة أصناف مبكرة مقاومة وخالية من الإصابة جمع الأفرع والنباتات المصابة وحرقها عزل الدرنات المصابة في المخزن وتعقيم المخازن الزراعة على عمق لا يقل عن عشر سنتيمتر الرش بالمبيد المصابة إذا استدعى الأمر تعفير البطاطس المعدة للزراعة بمسحوق معقم وتغطية أكوام البطاطس السليمة استخدام المصائد الفرمونية والمصائد اللاصقة لقتل الفراشات قبل وضع البيض استخدام الأعداء الحيوية لمكافحة البيض واليرقات